اشتركوا في القناة المجتمع طبعا المشهد زي ما قلنا ميران وتكرارا بتتصدر المرأة المصرية كالعادة بكل قوة وحماس وطنية الحضور للشباب المشاركة الخاصة من اهلنا كبارستين وذوي الاحتياجات الخاصة يعني تقريبا كل فئات المجتمع المصري ممثلة في الانتخابات واللي بيتم تنظيمها على اعلى مستوى واقصى درجات التأمين مع الاهتمام طبعا كبير اللي احنا بنشوفه من الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية وحماية الناخبين امنيا وصحيا عشان يقدروا يمرسوا حقهم في الاختيار والمشاركة الديمقراطية في الاستحقاق الدستوري ومنتظرين بقى ما يتبقى زي ما قلنا من جولات الاعادة في عدد من المحافظات او الدوائر عشان نكمل مؤسستنا التشريعية في مناخ ديمقراطي واضحة وده اللي شجع الناخبين ان هما يكونوا موجودين امام اللجان وان هما يقوموا بدورهم الوطني اللي بيأكد طبعا على وطنياتهم وانتمائهم لبلدهم من خلال ان هما يشاركوا او المشاركة الايجابية في الانتخابات والاستحقات المختلفة خليني ارحب بضفنا اللي بنورنا في السوديو هذا الصباح علشان نتكلم مع بعض عن تفاصيل اكتر عن المشهد الانتخابي في مصر بنورنا الاستاذ عبدالجواد ابو كب الكاتب الصحفي استاذ عبدالجواد صباح الخير صباح اهلا بيك في السوديو هذا الصباح خليني اخد من حرك رؤيتك في البداية او تعقيبك عن المشهد الانتخابي في مصر بشكل عام واحنا امام بقى تشكيل جديد للغرفة الاولى من مجلس انواب او خلينا نقول الغرفة الاولى من اكتمال بقى الحياة النيابية والمؤسسة التشريعية في مصر يعني خلينا نقول انه احنا المرحلة التانية تقريبا انتهى جزء كبير جدا منها والمرحلة الاولى انتهت فاحنا بنتكلم على تقريبا تلات اربع البرلمان بقى موجود بشكل اساسي الحضور اللافت زي ما حضرتك قلت ليه المرأة وليه الشباب ويمكن معروف انه دايما انتخابات مجلس النواب او كان مجلس الشعب قبل كده بيبقى اكثر زخما من معركة الشورى او معركة الشيوخ في التعديل الجديد لكن الشاهد في هذه القصة هي ضراوط المعركة ويمكن كلنا تابعنا انبارح على الموقع الشهيرة موقعات متغمرة في الحياة يعني في الحياة حتى الناس اللي برا مصر كانوا متابعين حتى الزملاء والاصدقاء في الولايات المتحدة الامريكية كانوا بيتابعوا رغم ان التوقيت مختلف لكن قاعدين بيتابعوا ضراوط هذه المعركة تقول انه هناك ثقة في هذه الانتخابات لان في محاولات كثيرة يعني سواء من الاعلام المعادي او والصورة الرسخة انه فلان ده هيكسب يعني هو في صورتين بيتم تسويقهم صحيح في تجاوزات باستخدام مال سياسي لكن مش بالصورة اللي بتروج هذه تجاوزات فردية واحنا بنتكلم التجاوز الفردي هي فكرة تضخيم لدى الآخر يعني الاعلام المعادي لو هو عنده فيديو مثلا دقيقة واحدة بيفضل يبثه طول الوقت وشوفنا الجزيرة بتعمل ايه والاعلام المعادي بيعمل ايه لكن الشاهد في هذه القصة انه لو القصص محسومة الناس مش هتنزل كده لو القصص محسومة ما هو كانوا بيقولوا مرتضى كده كده الدايرة محجوزها له يعني بغض النظر عني مش هيديل نشكر أشخاص إلى أن يتم الإعلان الرسمي من الهائة الوطنية للانتخابات وإحنا ملتزمين بدا ما هو فيه إعلانات من يعني الدوار الدوار واللجانbuilt فرعية يعني احنا عندنا إعلانين عندنا إعلان في الدواري يعني القائمة الوطنية خلاص فده إعلان مبدئي يعني إحنا بنتكلم على الإعلانات المبدئية خلينا نقول النتائج الأولية عشان نكون بس النتائج الأولية المتوقع هيا الغير رسمية الغير رسمية يعني لأنه معروف أنه الإعلان الرسمي بيجي من اللجنة العلية للانتخابات زي الانتخابات الأمريكية ما هو ما فيش إعلان رسمي لكن جون بايدن فاز ونسبة هني وزي الفن لا بس إحنا أحسن من انتخابات الأمريكية بكتير المشهد الانتخابي في أمريكا شيء وفي مصر شيء أخر المشهد المصري في الحقيقة في هذه الانتخابات وفي انتخابات الشورى قبلها نموذج في التنظيم ويمكن حياتك تفضلتي وأشارتي إلى فكرة الإجراءات الاحترازية فكرة التأمين فكرة التنظيم فكرة أنه معادش بيبقى في مشاكل عنيفة إحنا كان في انتخابات يعني أذكر في 95 كنا بنتكلم على قتلة في الانتخابات ومعارك بالسلاح هذه المشاهد لم تعد موجودة لكن التخلص من كل شوائب الانتخابات مش هيجي مرة واحدة لكن هل الانتخابات المصرية بتطور الانتخابات المصرية بتطور المشهد حضاري المشهد حضاري بنشوف نتائج في دوائر لم يكن أحد يتوقعهم لكن دائماً بيبقى فيه ناس هتبقى يعني فكرة الحديث عن إنه الدائرة دي بتاعت فلان ولا علان ولا دا اللي مسيطر عليها ولا دا اللي هيكسب أعتقد إنها ملامح المشهد الانتخابي في مصر في مرحلتها الأولى والتانية بيغير الفكرة دي تماماً صحيح يعني المشهد الأبرز في تقدير مبارح هو ذلك الفوز من يعني خلينا أقول الفوز المبدائي من المرحلة الأولى لعدد كبير من الشباب في دوائر تتسم بصعوبة كبيرة جداً عشان في عصبية كمان قبلية وعائلات وما إلى ذلك كمان بس أنا بتكلم على دايرة زي الشبرة فكرة العصبيات هنا بتنتفق احنا بنكلمش على أقليب نتكلم على دوائر في القاهرة الكبرى يعني نسبة الحسم كانت كبيرة جداً في القاهرة الكبرى مبارح في دوائر صعبة يعني دوائر كانت معروفة بيبقى فيها معارك عنيفة جداً كان فيها نواب بيدخلوا نواب قدامة كانوا داخلين بشكل كبير جد شبرة رود الفرج عبدين يعني في الحقيقة عندنا دايرة زي المرج حسمت من الجولة الأولى مبدئياً برد انا مع حضرات جداً بس انا ملتزمة يعني احنا اعتدنا الالتزام بالنتائج الرسمية المعلنة من قبل هاي وطنالك بس النتائج سحنا بنتكلم على الاعلانات النتائج الغير رسمية صحيح فعندنا المرج حسمها نائب شاب هو أحمد علي مبدئياً يعني اللي عندنا مثلاً أبا نوب في شبرة وده من المفاجآت الكبيرة يعني ده شاب صغير صغير جداً في السن ومكتسح وجماهيري هي دي الفكرة يعني فكرة القبول كمان وده ينفي فكرة انه الشباب مش معروف طب ده بقى خليني اخد حضرتك لجزئية بما انك ذكرت في بداية كلامنا الاعلام المعادي وانا بحب دايماً في البرنامج نتكلم نناقش المشاهد كان هو معنا معاديين مع بعض الناس كانت في الأول في بداية تشكيل القوائم أو طرح نظام الفردي قاعدوا يدوا صورة للمواطن انتخابات ايه ده هتنزل تعمل ايه هو انت صوتك لازمته ايه ده محسومة ده كل اللي داخل هنا ناجح ده كل ومع ذلك احنا شفنا كمية اشخاص بيتنفسوا واخص بذكر كمان المقاعد الفردي لأ منافسة شرسة الحقيقة على الفوز بالمقاعد يمكن لحياتك قلتي ده هو الهدف هو المشهد افشال المشهد أو ارباك المشهد الداخلي هو بيبقى هدف الاعلام المعادي حوله ده في انتخابات الشيوخ وفشلة المسألة بقى فكرة الترويج ليه فساد الانتخابات بشكل كامل بقى فكرة الترويج ليه فكرة المقاعد المحسومة ثم فكرة انه طب انت هتروح ليه حتى فساد المال السياسي اللي حاوله يتلعبه بيه لم يؤثر على اللجان لانه اللجنة في الاخر انت صوتك كمواطن والبطاقة الانتخابية بتاعتك صحيح اي مكان بقى اللي حصل برا السور صحيح والقاعدة بتاعة خد منه ما تدلوش يعني ما حدش هيدحك على المواطن يعني خلينا نقول انه ما حدش هيدحك على المواطن محافظة زي السويس قيلة انها محسومة وذهبت الى الاعادة على المقاعدين بتوع الفردي منهم اتنين مستقلين واتنين حزبيين يعني فكرة كمان عايز اقول انه فكرة الدوائر المحسوبة خلينا نقول فيه دايرة في المرحلة الاولى وهي دايرة جرجة مرشحة الحزب الاقوى خرجة من الجولة الاولى نعم ففكرة الحسم فيه رموز كبيرة جدا خرجت فيه المرحلة الاولى وفيه المرحلة التانية فيه المرحلة التانية كان اكتر عشان دوار كتبعينها ليها سوابت كده بقالها حبة يعني دا صحيح يعني كمان فكرة تغيان الصورة انه فيه حد بيقولك دا لا يمكن قصو دا الدولة داخلة تنجحه اه هو اه دا كتير من الاشياءات طبعا نتقارك كده دا الكورسي محجوز لفلان صحيح والميزة في هذه القصة فلان خسر على فكرة برضه دا الاعلان الغير رسمي مرتبع يعني انه فلان خسر يعني يعني ماهو عايز اقول حياتك على حاجة هذه المتابعة الشعبية ماهو دا علامة صحية لهذه الانتخابات يعني انا لما لاقي كل 27 محافظة بيتابعوا دايرة ميت غابر ماهو دا علامة صحية لان هو لو امن ان الدائرة محسومة مش هيتابع وفكرة رجل الدولة اللي معاه كارد بلانش من الدولة فحطه في جيبه فبينجح بمزاجه هذه فكرة غير موجودة وشوفنا معركة مهمة كانت في دايرة الجيزة في المرحلة الاولى انتهت بخروج معظم النجوم اللي كانوا نازلين فيها اللي هما كان متعرف عليهم شكلا يعني اه متوقع انه هو دا يعني على الاقل حيدخل اعادة يعني هي الفكرة انه قد يتقبل انه يبقى فيه جودة اعادة وده على فكرة برضو كان فيه جزء انه عن الناس برضو كان بتقولك التصويت العائلي او القبلي لأ طبعا احنا نشوفناها مثلا في دوائر زي الهرم العمرانية ما جابش النتيجة الناس غايب عنها انا هي بتكلم بقى على اعلان رسمي حصل في المرحلة الاولى بتكلم هنا عن نتيجة رسمية ما انا هقول لحقيتك الغايب عن الناس هي فكرة تحليل المشهد الانتخابي احنا ما بنهتمش بدأ يعني الانتخابات الامريكية رغم كل الهرج والمرج والبشعات اللي حصلانا فيها والخيانات واستخدام الاعلام واستخدام المال السياسي بعون في شديد جنة انا بتكلم مثلا على 40 مليون دولار بيلموهم علشان القضايا لا على فكرة الرقم الاخير 60 مليون دولار طيب دي ارقام يعني ربنا بارك في اللام لكن ده اللي بيجمعهم بس عشان يبصد ده مش هدير عارفين ترامب بيجمع 60 مليون دولار كتبرعات او مساعدات عشان يتم رفع قضايا للتعنف هو اللي 40 بتاعت بايدن يمكن عشان يتم التعنف على نتاج الانتخابات القصة هنا انه التركيبة الانتخابية اختلفت الشباب بقى متغير رئيسي في هذه الانتخابات خارج سيطرة القوى الطبيعية يعني احنا بنتكلم على عائلات بنتكلم على تعصب لكن الشباب دايما بيبقى له كلمة تانية وشوفنا ده في دوائر كتيرة جدا بالمخلفة للعرف العائلي مثلا هو ده اللي انا كنت عايزة اقف مع حضرتك عليه حتى هذه الانتخابات كسرت الجزء المتعرف عليه لليه طبيع بالعصبية ده صحيح انما ده كمان راجع لانه الدولة المصرية او النظام الانتخابي المصري ربما للمرة الاولى يقدم الشباب بشكل حقيقي طب هرجع معاك للقايمة القايمة الحياة برضو بما ان احنا اعطينا للفردي جزء من حدثنا في البداية القايمة كمان هذه القايمة بهذا التنوع اللي موجود فيها الحياة عادة كبير جدا من الوجوه الجديدة اللي بتخوض المعركة الانتخابية لأول مرة ولكن الحقيقة ده الاختيار بعناية ان كل واحد في يوم لما تيجي تبص على السيفي او تيجي تبص على ورقه هو له خلفية ده صحيح لكن بساحب خبرة السيدات كمان بصراحة يعني بدون تعصب اسمحلي في القايمة وبالنظام الجديد عدد المقاعد اللي هيكون بقى الأكبر في تاريخ مجلس النواب للمرأة المصرية ده صحيح المشهد ما نزامه بقول لحضرتك ان انت بتقدمي نوعية مختلفة من الناخبين قد لا يتقبلها الشارع لانه الشارع المزاج الانتخابي دايما بيبقى له تركيبة قديمة هو ماشي على قديمه يعني مثلا على سبيل المثال الناس فوجئت في الجيزة بمهتاب محمد وهي شابة صغيرة لكن بتتكلم كويس جدا فوجئوا بقصة ثقافة يمكن زي ما حيتك تفضلت كده فكرة القايمة اسهل في الانتخابات بشكل كبير جدا لكن قد لا يحتاج المرشح على القايمة انه يتحرك لكن الناس اتحركت يعني شفنا مثلا تجربة عظيمة لغادة علي في قايمة الجيزة فكرة الحركة مع الشباب فكرة الحملة اللي عملتها بشباب المتطوعين فكرة الوصول الى مناطق يعني خلينا اقول خارج الاطار حتى بتاع الدايرة لانه في مرشحين في القايمة اعتبروا ان كل محافظات القايمة هي محافظاتهم وكانوا بينزلوا لهذه المحافظات وفكرة هنا النائب الوطني اللي هو بتاع الناس كلها اللي هي فكرة انا نائب عن الشعب مش نائب عن هذه الدائرة لانه ده الاصل في العمل النيابي وزي ما حد اكتفضلت فيه وجوه كتيرة جدا في القايمة مش كل الناس لازم تبقى على نفس القدر لكن فيه وجوه كتيرة جدا خاصة الشباب والمرأة لانه دول اللي عايزين حماية في المعركة الانتخابية الصعبة وهذا التمييز الايجابي للمرأة ما جاش من فراغ ولا للشباب احنا يعني منذ بداية عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي كان فيه عامل المرأة كان فيه عامل الشباب والمجلس الحياة اللي فات كان فيه اكبر تمثيل برضو في تسعين سيدة في مجلس النواب واكبر عدد تمثيل للشباب اللي هو احنا منتكلم سن 35 وما تحت 35 وحد الاربعين اكبر نسبة تمثيل برضو في تاريخ مجلس النواب وخلينا اقول ان تنسقية شباب الاحزاب والسياسين كانت اضافة كبيرة جدا في هذه الانتخابات لسببين رئيسين اولا ان هي اعتمدت على الكتلة الشابة بشكل رئيسي لكن الاهم اعتمدت على التنوع يعني هنلاقي فيها يسار ويمين ووسط هذا الاداء المختلف سياسيا وهذه التوجهات في الايديولوجيا السياسية في تعددية حزبية وفي اختلاف التوجهات السياسية بشكل كبير جدا ومتباين لكن في النهاية كل هؤلاء قدموا على القوائم وخاضوا يعني فيه مرشحة مثلا على سبيل المثال في المرحلة الاولى في المنوفية من حزب التجمع على النظام الفردي لم تكن تنجح ففكرة الحماية في القائمة هي شخصية استحقت شخصية استحقه وليها رصيد في الشارع لكن القائمة بتعمل لها هذا النوع من الحماية لكن زي ما حايتك تفضلتي القصة بتاعة القوائم هي ان انت بتقدمي نمازج بتضمنيها شباب وتضمنيها مرأة في النهاية هي با عندنا عدد 25% او اكثر للنائبات داخل البرلمان وده الرقم الاضخم يضاف الى ايام العدد اللي موجود فيه مجلس الشيوخ فانت بتقدمي صورة وانا في تقديري ان ده نتاج لما تم غرس الطوى للسنوات الماضية هناك تغيير ناعم في الخريطة البرلمانية وده اللي الناس هتشوفوا لما يكتمل المجلس حتى وبكل تأكيد وحتى المعينين من قبل رئيس الجمهورية هنشوف زي ما شفنا على غرار مجلس الشورى اختيار شخصيات الحياة كانت كلها بعناية يعني محدش لا غبار عليهم جميعا وكان الاختيار فيه تنوع وكبير للخبار هو تعيين بيسد النقص دايما بيحاول ان هو كل القطاعات تبقى ممثلة لانه ممكن الانتخابات لا تنتج تمثيلا عادلا للقطاعات او لا تنتج تمثيلا اصلا يعني ممكن نلاقي فئة مش موجودة خالص طب احنا عشان مع الاسف الوقت كان يعني بكل تأكيد هنتكلم حراك تاني لما يكتمل هذا المجلس لكن تعقيب من حراك اخير او في كلمتين تحديدا شفت ازاي المشهد الانتخابي في كلمتين المشهد الانتخابي هو مشهد شاب جدا انتصارات حقيقية على الارض ليقى الشباب وفي تقديري انه الناس هتعرف قيمة هؤلاء المرشحين عندما يبدأ البرلمان اعماله وهيشوفه قد ايه ان الاداء مختلف وان غالبية من دخلوا هذا البرلمان يستحقون دخوله انا بشكرك جدا كل الشكر ليه الكاتب الصحفي الاساس عبدالجواد ابو كاب بشكرك على وجودك معنا والمناقشة الحياة المثمرة الجميلة دي كل مشاهديننا في هذا الصباح سأعزنكم فاصل صغير جدا ورجعي شكرا